الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2، الدائرة الكهربائية اللولبية للتحكم في صمام العادم، الصف الثاني، ماذا يعني ذلك؟ هذا الرمز هو رمز مجموعة نقل الحركة العام OBD2، مما يعني أنه ينطبق على جميع ماركات وامديلات المركبات 1996، الأحدث، على الرغم من أن خطوات الإصلاح المحددة قد تختلف اعتماداً على الطراز في السيارات المزودة بتوقيت الصمام المتغير VVT، تتحكم وحدة التحكم في المحرك، وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة ACM-PCM في موضع عمود الحدبات من خلال تنظيم زيت المحرك من خلال الملف اللولبي للتحكم لتغيير موضع عمود الحدبات، يتم التحكم في الملف اللولبي للتحكم باستخدام إشارة معدل عرض النبض PWM من ECM-PCM يراقب ECM-PCM هذه الإشارة وإذا كان الجهد أعلى من المواصفات، فسيضبط رمز العطل هذا ويضيء مصباح مؤشر العطل، أم أي أل يشير البنك 2 إلى جانب المحرك الذي لا يحتوي على أسطوانة هاش 1، تأكد من التحقق وفقا لمواصفات الشركات المصنعة، يوجد الملف اللولبي للتحكم في صمام العادم عادة على جانب العادم من رأس الأسطوانة، هذا الرمز مشابه للرموز P0084 و P0085، قد يكون هذا الرمز مصحوبا أيضا با P0029، قد تشمل أعراض P0086 ما يلي، افحص ضوء المحرك المضائي، مصباح مؤشر عطل قد تعاني السيارة من تسارع ضعيف وانخفاض في استهلاك الوقود، الأسباب المحتملة قد تتضمن الأسباب المحتملة ما يلي، تسخير الأسلاك وضعف التوصيلات أو الدائرة المفتوحة اللولبية للتحكم غير المتصلة قصيرة لتشغيل الطاقة خطأ في تشخيص ECM تسخير الأسلاك، تحقق من عدم توصيل وصلات الحزام، ابحث عن التآكل أو الأسلاك السائبة للموصلات، افصل موصلات توصيل من الملف اللولبي وPCM باستخدام مخطط الأسلاك، حدد موقع الأسلاك زائد وإلى الملف اللولبي، يمكن أن يكون الملف اللولبي تحكما في جانب الأرض أو جانب الطاقة، اعتماداً على التطبيق، تحقق من مخططات الأسلاك في المصنع لتحديد تدفق الطاقة في الدائرة، باستخدام مقياس أوم فولت رقم DVOM، مضبوط على أعداد أوم، تحقق من المقاومة بين طرفي السلك، قد تكون قراءة الحد الأقصى على DVOM مفتوحة في الأسلاك أو التوصيل الفطفاض أو الطرفية، اتحكم في الملف اللولبي للتحكم باستخدام توصيل الكهربائي إلى الملف اللولبي غير الموصل، باستخدام DVOM المضبوط على أوم، تحقق من المقاومة بين كل أطراف توصيل الكهربائية على الملف اللولبي للتحكم نفسه، استخدم مواصفات المصنع أو الملف اللولبي للتحكم الجيد إذا كان تاحاً لتحديد ما إذا كانت هناك مقاومة في الملف اللولبي، إذا كانت هناك قراءة مفرطة الحد أو مقاومة منخفضة للغاية على DVOM، فمن المحتمل أن يكون الملف اللولبي عيباً، Short to Power، افصل التوصيل إلى PCM، ACM وحدد موقع الأسلاك إلى الملف اللولبي للتحكم مع ضبط DVOM على مقياس الفولت، قم بتوصيل الرصاص السالب بالأرض والرصاص الموجب للسلك الأسلاك بملف الملف اللولبي للتحكم تحقق من الجهد، إذا كان هناك جهد موجود، فقد يكون هناك نقص في الطاقة في مجموعة الأسلاك، حدد موقع الطاقة القصيرة عن طريق فصل موصلات الحزام واختبار الأسلاك مرة أخرى إلى الملف اللولبي PCM، ACM إذا قام كل الأسلاك والملف اللولبي بالتحكم بالسحب، فسيكون من الضروري مراقبة الملف اللولبي أثناء تشغيل المحرك عن طريق فحص الأسلاك في PCM، ACM باستخدام آدات مسح متقدمة ستقرأ وظائف المحرك، راقب دورة العمل التي يتم توجيهها إلى الملف اللولبي للتحكم سيكون من الضروري مراقبة الملف اللولبي أثناء تشغيل المحرك تحت عدد مختلف من دورات المحرك في الدقيقة والحمل، باستخدام مرسمة الذبذبات أو جهاز رسم بياني متعدد تم ضبطه على مقياس دورة العمل، قم بتوصيل الرصاص السالب بأرض جيدة معروفة والرصاص الإيجابي لأي طرف سلك في الملف اللولبي نفسه، يجب أن تتطابق القراءة على أداة المتر المتعدد مع دورة العمل الموجه على أداة المسح، إذا كانوا معاكسين، فقد يتم عكس القطبية، قم بتوصيل السلك الموجب على طرف الأسلاك الآخر بالملف اللولبي وأعد الاختبار للتحقق، إذا كانت الإشارة المكتشفة من PCM قيد التشغيل باستمرار، فقد يكون هناك خطأ في PCM نفسها.